بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم الاحتلال البريطاني لمصر وأتحدث فيه في الحلقة السادسة والخمسين وهذه الحلقة سأخصها بالحديث عن الملك فاروق والملك فاروق هو آخر ملوك أسرة محمد علي وبعزله ونفيه وإخراجه من مصر انتهى حكم أسرة محمد علي بعد قرابة مائة وخمسين عاما قرن ونصف القرن فهي من أطول الأسر الحديثة حكما في العالم وهذه الأسرة لها بعض الإيجابيات وعليها كثير من النقائص والسلبيات وكنت قد حدثت عن أفرادها أو عن حكامها حديثا مستفيدا في وقته في الحلقات كما مر عليكم والملك فاروق كان يدرس في الخارج عندما توفي أبوه الملك فؤاد توفي أبوه سنة ألف وتسعمائة وست وثلاثين ألف وثلاثمية وثلاث وخمسين أربع وخمسين هجرية تقريبا توفي أبوه وهو في الخارج فجيء به إلى مصر على عجل نودي به ملكا في يوم وفاة أبيه نفسه ولما يبلغ السابعة عشرة من عمره كان في بدايات السابعة عشرة لما ينتهي منها لذلك كان ضروريا أن ينشأ مجلس للوصاية فأنشئ مجلس الوصاية سمى البرلمان أعضاء هذا المجلس وجاء الملك فاروق ليبدأ صفحة تختلف عن صفحة أبيه الأسرة في عمومية مشهورة بالكبر والترفع والتعالي على الناس هذا بدأ بالتواضع والاختلاط بالناس الذهاب إلى الأماكن المختلفة لقاء الشعب في المساجد كان في كل جمعة تقريبا يذهب إلى مسجد ويصلي في مسجد في كل جمعة تقريبا فاحتك بطبقات الشعب كان يذهب إليهم في مصانعهم في أماكنهم في مختلف بلاد القطر المصري وكان يجتهد في إيصال شكاوى الشعبي إليه بعد الطرق لما جاء ليتوج يعني صارت أشياء عجيبة تدل على أن الناس في مصر رؤساء الحكومات أن صلتهم بالإسلام الشامل النظام الحياة كانت ضعيفة وضعيفة جدا يعني أراد بعض حاشية الملك وكان فيه خير أو بعض الخير أراد من الملك أن يتوج وفي أول جمعة أقب التدويج كان ثاني يوم مباشرة يذهب إلى الأزهر فرفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد مكرم عبيد كان نصرانيا لكن عجيبا يرفض مصطفى النحاس رفض وقال إن مشاءني ذلك اسمعوا الحجة العجيبة أن يزداد نفوذ مشايخ الأزهر في مصر وهذا ما لا يريدانه عجيب فقط من أجل أن ينزل الجامعة الأزهر ورمز للمشايخ في مصر ورمز الإسلام في مصر رفض أيضا كان هناك من الأفكار أن يعطى سيف جده محمد علي فرفض أيضا مكرم عبيد مصطفى النحاس قال إن ذلك يعني كأنه سيستخدم القوة في حكمه وأنه سيستخدم البطش والاستبداد كلها معاني عجيبة وغريبة من مصطفى النحاس بالذات في الحقيقة أيضا رفض مصطفى النحاس ومكرم عبيد أن يحضر مشايخ الأزهر إلى حفلة التتويج مع أن ملكة بريطانيا يحضر القصص والرهبان إرلندا يحضر القصص والرهبان في كل مناسبات تقريبا إلا في بلاد إسلامية عندهم عقدة مادر لماذا رباهم عليها الاستخراب البريطاني عقدة من المشايخ ربي عليها هؤلاء أساسة اكتفي بني ذب ثاني يوم إلى مسجد الرفاعي الذي دفن فيه أبوه ليسلم عليه وينتهي الأمر في الحقيقة بدأ بداية حسنة جدا الملك فاروق حتى أن الشعب لقبه بالملك الصالح صغير في السن محبب إلى الشعب وسيم الطلعة بهي أقبل على الشعب يتحسس آلامه وآماله فين خطى خطوات جيدة في بداية حكمه خطوات متميزة في الحقيقة لكن ما أكمل هذا لأسباب سأتي عليها إن شاء الله تعالى حتى لما كونت وزارة علي ماهر كان فيها ثلاثة من أعمدة العروبة والإسلام محمد علي علوبة صالح حرب وعبد الرحمن عزام أول رئيس للجامعة العربية كانت تلك وزارة قد ألفت ألف سعمائة ثمانية وثلاثين ألف ثلاثمائة سبعة وخمسين للهجرة هذا يدلك على اتجاه لأن وزارة علي ماهر كانت وزارة القصر كما تسمى اتجاه إسلامي الملك فاروق في بداية عهده أيضا كان هناك سفير لبريطانيا في مصر اسمه لامسون هو المعتمد البريطاني هو المندوب السامي لكن بعد معهدت ستة وثلاثين تفقوا أن يسموه سفيرا مثل سائر السفراء لكن كان بيده مقايد الأمور سامسون هذا السفير البريطاني في مصر أرسل لحكومته كلاما عجيبا في الحقيقة كل هذا من أجل اجتمع البرلمانيون العرب في القاهرة ليدرسوا مشكلة فلسطين عجيب فعلا مؤتمر برلماني نصر قضية في الصين مؤتمر عادي قال اسمعوا جمعيات الإسلامية المختلفة زاد عددها في السنة الماضية ولها اتصال بالقصر وقد اشتد عنفها في استنكارها للصهيونية والجبهة الإمبريالية التي تساندها هي بريطانيا العظمى وهنا يقول توسط لدى الحكومة لألجم بعد مظاهر الهياج الإسلامي أيضا قال أصبحت الجامعة المصرية مركزا لهذه الحركات المعادية لبريطانيا يشترك فيها الطلاب جميل أحزاب ويتحدث أيضا كلام طويل في الحقيقة عجيب يدل على أن بريطانيا كانت تتخوف تماما من أي تجاه إسلامي الملك فاروق بل هناك كلام أنهم اتفقوا مع الوفد في مدة من مدد على أن يغيروا الملك فاروق أن يغيروا يعزلوه ويأتوا إما بعبد المنعم أو محمد علي كلهما من أمراء وكانت كفة عبد المنعم أرجح لدى مصفى النحاس لأنه أسلس معهم ومع بريطانيا من إظهاره لإظهار فاروق هذا الاتجاه الإسلامي في البدايات إلى هذا الحد كان الأمر عند فاروق فأيضا كان دائما الحكومة المصرية تطالب بإبعاد رجال الدين عن السياسة كما يقولون مجرد حضور رجال الدين إلى احتفالات علماء يعني إلى احتفالات أو إلى حفلة التدويج أو إلى أي شيء آخر يعدونه مساس بالسياسة وإدخال الدين في السياسة مع أن دين الإسلام مهيم على كل شيء دين الإسلام له المرجعية العليا في كل شيء وله الهيمنة العليا على كل شيء لكن انظروا إلى هذا التلبيس وهذا الخلط في المفاهيم بشكل عجيب ثم يقول لامسون أيضا لا يزال ملك فاروق بإرشاد علي ماهر باشا يواصل السياسة الإسلامية التي كان والده يسير عليها لأن ملك فؤاد كان يتطلع إلى أن يكون خليفة عن المسلمين بعد أن أسقط مصطفى كمال الخلافة في تركيا أما في الخارج فإن سياسته الإسلامية تميل إلى تعزيز نفوذ مصر في العالم الإسلامي تحت رعاية بريطانيا العظمى وفرنسا وسواء أكان هذا الحلم الأخرق يعني الأحمق يؤدي إلى قيام الخلافة في مصر أو كان الهدف العام للوصول إلى النوع من الرئاسة الدينية في الإسلام فإن هذه السياسة الملكية تنطوي على خطر إثارة كراهية الأجانب في مصر اسمعوا كما أنها تؤدي لتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية التي ترفض سياستنا وسياسة الفرنسيين وعما قليل سوف يتضح الموقف في هذا الأمر الحيوي الهام انظروا كيف يراقبوننا مراقبة تامة في الحقيقة أيضا يقول يتكلم عن الحماس الإسلامي الموجود في مصر قال إن قسوة أعمال القمع العسكري التي كان يتعذر تجنبها في فلسطين قد أتاحت الفرصة لاستغلال ما يسمونه بالوحشية البريطانية ومرة الأخرى كان على السفارة البريطانية أن تحتج على هذا الهياج يعني الحماس يقصد الإسلامي ومن وقت لآخر كانت السلطات المصرية نتيجة لطلباتنا تصادر بعد الكتيبات الجارحة المضادة للبريطانيين حصلت أزمة أيضا مرة من المرات حصلت أزمة بسبب قضية أن بريطانيا تريد تعيين مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء كان ملك فاروق يشترط أن تكون الوزارة قومية مصطفى النحاس يشترط أن تكون الوزارة وفدية لأنه حزبه من الوفد الملك كانت نظرته أعم وأشمل كان يريد أن تمثل القطاعات شعب المصر في الوزارة مصطفى النحاس رافض فرفض الملك تصور ماذا حدث طوقت القوات البريطانية قصر الملك انظروا لهذه الهيمنة العجيبة والغطرسة والوقاحة طوقت القوات البريطانية قصر الملك ودخل الجنرال ستون هذا قائد قوات البريطانية دخل إلى قصر مع السفير البريطاني معهما عدد من ضباط شاهرين المسدسات وحينما حاول إسماعيل تيمور باشا بوصفه الأمين الأول للقصر يعني السيرة إلى جانبهم نحاه السفير بوقاحة وقال أنه يعرف طريقه وقصد إلى مكتب الملك وحيث كان موجودا معه حسنين باشا في انتظار قدوم السفير الذي دخل معه جنرال ستون ووقف بالباب الضباط المرافقون لهم وأعطى السفير الملك فاروق ورقة فيها وثيقة بالنص على التنازل عن العرش تصوروا هذا الضغط الهائل على الملك من أجل أن يعين منصف النحاس المنصف النحاس صاحب الإنجليز وحبيب قلبهم فلابد أن يعين في هذا المنصب فاستغرب الملك وقال أنا قد عينته من البارحة فلماذا هذا الضغط وقال أنا لو لا أني أخاف أن الشعب المصري يثور وتسيل الدماء من كل جهة لقد توقعت على هذه الوثيقة فانظروا يعني إلى هذا الذي جرى وهذه الإهانة الكبيرة لكرامة المصرية وللعرش المصري ولطمة شديدة وأي لطمة هي هنا وجد فاروق نفسه مرغما على مسايرة الإنجليز فظهرت في رأسي فكرة شيطانية يعني سبحان الله شيطان إذا جاء الإنسان يلبس له في البدايات تلبيسا عجيبا خاصة أنه كان ما زال يعني في أوائل العشرينات من عمره شعب متحمس خطر على باله أن ينزل إلى الملاهي الليلية التي ينزل فيها البريطانيون من أجل أن يخالطهم يثبت أنه ليس ضد سياسة بريطانيا انظروا لهذا الخاطر الشيطاني وابتدى فعلا وفي ملها اسمه الأوبيرج في القاهرة رأى أن ينزل إلى هذا الملها ليخالط البريطانيين فتعجب وفتحه أحد المخلصين من حاشيته وأنه لم يسبق لملك من ملوك مصر أن نزل إلى ملها عام ومكانة مصر في الشرق والعالم الإسلامي تجعل ذلك موجبا كبيرا للنقد فقال حسنين باشا للأسف قال ذلك على كل حال لمعالجة سياسة السفير بما يناسبها وهذا ليس ردا صحيحا ولا صالحا ومن هنا ابتدأ انحراف الملك فاروق وستحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل إخوة الأخوات كنت أتحدث عن بدايات انحراف فاروق وأنه نزل ملها الأوبيرج من أجل لأول مرة في تاريخ أي ملك في مصر من أجل أن يخالط الضباط البريطانيين وبعض السياسة البريطانيين ليثبت للعالم ولبريطانيين وليس ضد سياستهم وهذا ليس طريقة صالحة أصبح بعد ذلك الأمر عادة مستحكمة فيه امتد السهر من الأوبيرج إلى سواه من الملاهي الليلية مما أصبح في السنوات الأخيرة من حياة فاروق حديث العاء الخاصة والعامة وطبعا انتقل الأمر من الملاهي إلى أندية القمار لأن الحرام يجر بعضه بعضا فإذا ابتدى الإنسان بشيء من الحرام ولياذ بالله يجره إلى حرام آخر وهكذا أيضا الملك كان يخالط أبناء بعض الأسر المعروفة ليلعب معهم القمار وطبعا بادر بعض حاشية الملك من الصالحين لحسنين باشا حسنين باشا كان مرافقا للملك في أوروبا وعاد معه وكان مثل ساعد الأيمن للملك فحدثته يقول أنا في شدة القلق والألم فقال لي أنه في الواقع كان من المشكلات في حياة الملك أنه نشأ وحيدا وسط أخواته البنات في حين أن أبناء الملوك في الخارج يسهل تعريفهم بأبناء الأسرات العريقة فيجد الواحد منهم عددا من الأصدقاء وبما أن الملك حرم من مثل هذه الصداقات فقد كان من الضروري تعريفه بعض من يصلحون لصداقته من أبناء الأسرات الكريمة ولاعب الورق هو العادة الشائعة بينهم قالوا على كل حال إنه يراقب مجرى الأمر هذا حسنين باشا فأبديت له رأيي بالاعتراض الشييد على مثل هذه التصرفات والتخوف منها مستقبلا لكن يبدو أن الأمر استمر على ما هو عليه وكان في رمضان أيضا له عادة يجمع الناس ويفطر مع مجموعات كبيرة من المصريين من شتى طبقات الشعب ويقرؤون القرآن ويأتي مقرؤون القرآن كل نصف ساعة يقرأ مقرئ وبعد نصف ساعة يتغير بمقرئ آخر وهكذا يقضون الليل هذه كل العادات تغيرت في آخر حياته ومع أنه كان يعني سبحان الله بدأ بداية صالحة وحسنة وانتهى به الأمر إلى أن يعين رئيسا تصور للجنة في أوروبا تنتخب ملكة جمال يعني تصور ملك مصر والسودان هذا كان لقبه ينتهي به الحال إلى أن يعين في بلد أوروبي ليشرف على مسابقات ملكة جمال في ذلك البلد وإن الله وإن إليه يراجعون مخازي خطيرة وخطيرة جدا بدأ بها فاروق ثم فاروق انتهى به الأمر في الحقيقة إلى أن يعزل وعزله لأنه ما استطاع أن يواكب الحركة الشعبية في مصر كانت مصر تغلي عقب معاهدة إلغاء معاهدة ألف وتسعمائة ستة وثلاثين ألف ثلاثمائة خمسة وخمسين الهجرة مع بريطانيا كانت مصر تغلي غليانا كبيرا جدا وكان لابد من مواكبة هذا الغليان فلا الوزارة استطعت أن تواكب الوزار الوفدية وغيرها من الوزارات ولا الملك استطاع ووجدت شعب نفسه بدون سند حقيقي فقامت الثورة على الملك فاروق بمجموعة من الضباط الأحرار كانوا يسمون أنفسهم محمد نجيب على رأسهم ومجموعة عبد الناصر وصلاح سالم وعبد الحكيم عامر مجموعة من الضباط واتفقوا على أن يقوم منقلاب ضد الملك فاروق في ألف ثلاثمائة واثنتين وسبعين للهجرة ألف ثلاثمائة واثنتين وخمسين للميلاد فعلا قام الانقلاب ضد الملك فاروق ونفي بعد ذلك إلى أوروبا ليعيش بقية حياته متحسرا على ملكه الذي ضاع منه ويصدق عليه تماما مقولة أم أبي عبد الله الصغير لما رأته يبكي بعد أن سلم مفاتيه غرناطة لفردناد وإيزابيلا ملكين إسبانيين فرأته أمه تبكي فقالت له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال وهذا الملك لم يحافظ عليه كالرجال ما أنه عنده محاولات كان وعنده بعض المزايا في بداية عهده وحتى إلى أواخر عهدك عنده بعض المزايا لكن للأسف الشديد كان صاحب شهوة تغلبه لكن ما الذي حدث بعد ذلك هذا الملك صاحب الشهوة التي غلبته عزل نعم وجاءوا ناس أصحاب لا أقول شهوة واحدة شهوات كثيرة جدا وأصحاب شبهات ليست هذه الحلقات من أجل تقويم الثورة المصرية ولا من أجل تقويم ثورة الضباط الأحرار وتلك المرحلة ما أريد أن نتحدث عنها إنما حلقاتي هذه في الاحتلال البريطاني لمصر فسأظل محصورا في هذه الحلقات لكني قلت ذلك عرضا وإنما جاء بعد فاروق ألف فاروق ألف فاروق جاء بعد فاروق فالمهم أيها الإخوة والأخوات أن عزل هذا الملك وجاء بعد ذلك بحكومة فاوضة الإنجليز من أجل الخروج أعود مرة أخرى في الحقيقة للحرب لمعاهدة 1936 التي ألغيت هذه المعاهدة باختصار شديد أنا ما أريد تفصيلات طويلة معاهدة 1936 هذه المعاهدة كانت في ضد مصلحة مصر وقع مصطفى النحاس باشا وكان هنا غليان كبير جدا بسبب قبولي لهذه المعاهدة اضطر أن يلغي المعاهدة في المحرم من سنة 1371 1951 ألغى هذه المعاهدة وبريطانيا وفرنسا لم تعترف بإلغاء المعاهدة من جانب واحد فلما ألغيت المعاهدة قامت مظاهرات ومظاهرات كثيرة جدا وأحداث ضخمة في مصر آنذاك بسبب إلغاء المعاهدة لكن بريطانيا وجدت نفسها لا تستطيع إلا أن تستجيب لإرادة الشعب والثورة المصرية قامت بعدها بشهور وضغط الضباط الأحرار لبريطانيا وضغط الشعب ضغطا هائلا على بريطانيا كما سيأتي في حلقة مفردة إن شاء الله تعالى جهاد الشعب المصري لدى بريطانيين وكان لهذا الجهاد الأثر الأكبر في قبول البريطانيين الجلاء عن مصر بشروط وضعوها لم ترضي هذه الشروط العقلاء في مصر لم ترضي هذه الشروط لأن شروط تنص على بقاء بريطانيا من خلال قواعد صالح الاستعمال فورا إذا دعت الحاجة والحاجة هذه دائما تحدد بمصالح الغرب فكانوا يرفضون هذه المعاهدة ومن أجلها قام الإخوان وطالبوا عبدالناصر وغير المعاهدة رفض ثم أدخلهم السجون بعد ذلك جزاء وقوفهم ضد معاهدة الجلاء والأسباب أخرى أيضا حديث لا يصلح الآن عنها تحتاج إلى حديث آخر في وقت آخر غير هذه الحلقات وهذه المعاهدة كان من حظ الشعب المصري ومقدر الله عليه الحسن أن بريطانيا خرقت المعاهدة بنفسها لحمقها وذلك أن آخر جندي بريطاني خرج من مصر في الف وتسعمية وخمس وخمسين في طمنتاشر يونيو في مذكر عيد الجلائي سمونه الف سعمية وخمس وخمسين آخر جندي انقلع فضل الله تعالى من بورسعيد ورفع العالم المصري فوق المبنى البحرية في بورسعيد وورثت مصر بنايات ضخمة وعشر مطارات وأشياء تقدر بستين مليون جنيه من بريطانيا من هذا الجلاء لكن بريطانيا سارعت بعد شهور بعد أن أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس سارعت لتهاجم مصر بعد ذلك هي وفرنسا ودولة اليهود المسخ الكيان الصهيوني العدو وكان من نتيجة ذلك أن فقدت بريطانيا كل شيء في مصر لما خرجت بالضغط الروسي الأمريكي على ثلاث دول خرجت وهددت روسيا منتظر بلندن وباريس بالصواريخ إن لم يخرجا من مصر وهددت أمريكا أيضا بريطانيا وفرنسا فاضطرتان الخروج ذليلتين راغمتين من مصر وخرج اليهود عليم العائن الله المتتابعة خرجوا جميعا من مصر وبقي خرقت المعاهدة فضل الله تعالى التي كانت تنص على أن بريطانيا تظل في مصر في وقت الأزمات تعود يعني إلى مصر في وقت الأزمات إلى قواعدها في قناة السويس الحمد لله رب العالمين وأممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري وأصلحت غلطة سعيد بفضل الله تعالى أصلحت وغلطة سعيد وخدائي إسماعيل بعد ذلك وأممت القناة ورجعت إلى الشعب المصري ولم تعد معاهدة الجلاء باقية بل انقلع الإنجليز وزالت آثاره من الأبد بعد أربعين وسبعين سنة من دخولهم مصر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة من من تشاء بعد أربعين وسبعين سنة ومحاولات إثر محاولات وشهداء عدد ضخم وثورات وجهاد سيأتي بيانه إن شاء الله في حلقات القادمة انقلع البريطانيون من مصر للأبد إن شاء الله وإنما دعاني لذكر هذا في حلقة السادسة والخمسين لم أذكره في الحلقة الأخيرة أن له صلة كبيرة بفاروق وبحياة فاروق ثم بعد ذلك بنزعه والضباط الأحرار فكان لابد من كلام إذن على موضوع الجلاء عن مصر الجلاء عن مصر وبذلك انتهت صفحة سوداء فضل الله تعالى في تاريخ مصر وتوج عمل الصالحين والمجاهدين والشهداء الذين قضوا في سبيل في سبيل الله تعالى نرجو وإخراج هؤلاء المحتلين من مصر توج عملهم بخروج الإنجليز فضل الله تعالى لكن أنا أزعم وقد خرجوا من قبل مدة طويلة الآن حوالي ثلاثين وخمسين سنة ربعين وخمسين سنة أزعم أننا لم نستفد تماما من هذا الخروج ولم نحصل على حقوقنا كاملة وأرجو أن تقوم دعوات تعويضية من أجل أن يعوض الشعب المصري وأن ترفع قضايا فردية إن ما استطعت الحكومة أن ترفعها من أجل تعويض الشعب المصري عن الجرائم الهائلة التي قامت بها إنجلترا في مصر فإن هذا أقل ما يمكن أن يقال عن تلك المدة المظلمة التي عانت مصر منها ما عانت تزت ثرواتها وسلبت مقدراتها وأهين كبارها وعذب مجموعات كبيرة منهم وحادثة دونشواي وحواد الكثيرة ذكرتها لكم في هذا الاحتلال فأرجو أن ينظر في مسألة التعويضات هذه وترفع قضايا فردية لأحفاد هؤلاثين تعرضوا للظلم الشنيع من قبل بريطانيا وثبت بعد الجلاء أن كل الدعاوة التي قاموا بها من مثاق توقيع مثاق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 1948 1367 لم يكن إلا ضحكا على الشعوب فإنما بعد توقيعهم هذه مثاق العالم لحقوق الإنسان أهدروا حقوق الإنسان في مصر وفي أماكن كثيرة من العالم في الحلقات الأخرى إن شاء الله تعالى سأتي بشيء من الإجاز على الجهاد المصريين في القناة قناة السويس وجهاد رائع مشرف وأذكر بعض الأشياء الأخرى إن شاء الله تعالى فابقوا معنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته